مهمة جدا حاجة مهمة الدولة المصرية وقفة كاملة من رئيس الجمهورية رئيس الوزراء كل وزراء مصر الحكومة المصرية وقفة ضد مرض العالم بيقف لكن احنا عندنا شكل مختلف كلنا وقفين طلبت قبل كده ان كلنا نقف صف واحد تخيلوا بعد كل الاجراءات الحكومة تعملها عندنا واحد مستهتر عندنا واحد ما بيعملش التعليمات نفسي اسأله سؤال نفسي اسأله سؤال لحضرتك ما بتنافز التعليمات ليه عشان تعمل فيها يعني اللي انت الواد الفرود العظيم اللي انت يعني ما لكش حل بتمشي وبتشتاق وبتعيش حياتك ليه ليه اسأل نفسك سؤال ليه النهاردة الدولة بتقول فيه خطر او الدولة بتقول ان فيه مشكلة العالم كله بيقول ان فيه مشكلة في فيروس كورونا حضرتك الدولة النهاردة نفسك كده تشوف حزرة الجوال في مصر? نفسك نقعد كلنا في البيوت? مش الاحسن لنا نحن نشوف الالتزاماتنا ايه وارتباطاتنا ايه? وبعد كده ننزل? لازم نقول الدولة المصرية وقفت لكن الدولة المصرية مش لوحدية او الحكومة المصرية. لا. حضرتك يا مواطن. حضرتي كم مواطن. كل واحد ليه دور. الدور ده دور مهم جدا. اللي بيفتح قهوة في الدرة اللي بيعمل حاجة غلط. ليه? نفس اسأله ليه? روح بيتك يا اخي. قلتلك روح بيتك قعد مع ولادك. استقنس باسرتك. صدقني جايز تكون فرصة مهمة جديدة حياة مختلفة في اليومين دول. لينا كلنا. علشان نقدر نعمل علاقات اسرية. داخل الاسرة. مش خارجها. كلنا كل الرجال قاعدين في شعرحين جايين. ليه? اللي عنده حاجة مهمة ينزل. يا جماعة لو سمحتم بعد اذن حضراتكم. اذا كان مش هقول لك. دور على نفسك حتى. شوف نفسك في الموضوع. الحكومة قدت قرارات نسمع الكلام. مش نسمع الكلام علشان خاطر احنا لازم نعمل فيها اللي احنا لا ما نسمعش كلام. نعمل احنا عايزينه. لا ما تعملش انت عايزه. لان انت مش بتضر نفسك. بتضر مجتمع. ميت مليون من مصري الحكومة عايزة تسيطر على هذا الفيروس بتعمل قرارات وقرارات مهمة جدا. وعملت. وقادت دورها. احنا دورنا فين? دورها كمواطم مصري فين? لو كل واحد رب اسرة قدر يمسك الاربعة خمسة اللي معاه خلص الموضوع. الشباب اللي بيمشي بالشوارع. حضرتك تمشي في الشارع علشان عندك حاجة مهمة. رايح مستشفى. رايح تنزل تجيب صيدلية. نازل تجيب اكل. ده شيء مهم. لكن مش المهم اللي انا ماشي في وسط الناس اقول لهم كلكم قاعدين في البيت وانا هو ماسي. ماسي في السيارع براحتي. ما ينفعش. ما ينفعش. صدقوني يا جماعة لو سمحتم. بنطلبها. وكل الناس بتطلبها. علشان مصر تعدي. علشان مصر تعدي لازم مش في اتجاه واحد. انا وانا بامشي في الشوارع بشوف الناس. هتقول لي انت ماشي امتى بقولك ماشي في الوقت اللي مطلوب فيه. النهاردة انا اروحها. خلص هروح بيتي. خلص خلص المهمة اللي انا جاي لها. لكن لو سمحتوا مع حضراتكم نقعد في البيوت نستهنس بولادنا وفي نفس الوقت نحافظ بلدنا ونقي بلدنا من شر. احنا مش محتاجينه. لو قعدنا اربعتاشر يوم قعدنا اسبوع بقى سنة اسبوع. اسبوع واحد مصر تعدي. مصر تعدي. انتوا عارفين ايه مصر تعدي? يعني ان شاء الله بازن الله الحكومة تطلع وتعلم ان ما عندناش بيروس كورونا. خلص احتضان المرض اربعتاشر يوم. عملوا اجراءات احترازية. قفلنا كل حاجة. الحكومة قفلت تقريبا كل حاجة. فتحت الاكل وفتحت الدواء. نسمع الكلام. لو سمحتوا يا جماعة ياريت كل اب اسرة. وكل ام النهاردة بيحتافل معها بعيد الام تقعد ولادها جنبها. وتقعد الناس جنبها. والاسرة تقعد تجتمع على عشاء مع بعض. على الساعة سبعة كده كل اسرة تخش البيت ويجتمعوا. اللي ليه لازم ينزل. اللي مالوش بينزلش. كل ده عشان انتشار المرض. الناس تقول لك يا ابني سيبك بقى يا كابتن انت بتتكلم في ايه معانا. المرض سهل. مفيش حاجة يسمعها سهلة. خالص. الموضوع صعب. بس احنا الحمد الله ان ربنا اكرمنا معندلاش حالات كتيرة. ده الاعلان الرسمي دينا. فلازم نسمع الكلام. لو سمحتوا اتبعوا تعليمات. اتبعوا الاجراءات الاحترازية. علشان مصر يتعدي. النهاردة دور المواطن المصري دور مهم داخل المنظومة المصرية. مش عشان يقف كده يتبغدد قدام الناس ويقول لك انا ما ليش دعوة ولا يا حضرتك. ليك دعوة معانا. فلو سمحت اتبع التعليمات. واتبع النظام. وقعد في البيت. زي ما كل الناس قاعدة. في الاخر عشان ما ينتشرش المرض. اتمنى ان رسالة تكون مصلة. الحكومة ما قدية دورها. احنا لازم كمواطن مصري. كل مواطن مصري. كل واحد عايش على ارض هذه البلد. لازم يقدي دوره. لو قديت دورك كلنا هنعدي. فكلنا هنركب المركب لتعدينا كلنا مع بعض. اتمنى ده. اتمنى ده من كل واحد في مصر. اننا اعرف ان كل مصريين بيحبوا بلدهم جدا جدا جدا. وان شاء الله ربنا قادر ان هو يعديه لنا بازن الله.